أهلا بيكم في الجزء الثاني من حلقتنا وكنا قبل الفاصل بقولوا نحن نستكمل الملف الثاني هو ملف الإرهاب الذي تواجهه مصر في الحقيقة فيه مفاجأة خطيرة بتكشفها صحيفة الدستور في صفحتها الثالثة عن موضوع مجزارة بورسعيد ويبتانكر صحيفة الدستور عن مصادر مضطلعة على التحققات في النيابة أن أسامة ياسين وزير الشباب الإخواني السابق اعترف في تحققات النيابة أن محمد البلتاج أو كياد الإخواني كلف كتائب القسام بمجزارة بورسعيد الحقيقة الخبر ده خبر مهم جدا في الحقيقة الخبر بيقول أن مصادر مضطلعة بتكشفها مفاجأة في اعترفات أسامة ياسين أمام تحققات النيابة ويقول فيها أن محمد البلتاجي هو العقل المدبر لمجزارة الساد بورسعيد اللي وقعت في شهر فبراير سنة 2012 وراح ضحياتها 72 قتيلا في الحقيقة بتقول الدستور نقل عن هذه المصادر أن أسامة ياسين اعترف بأن البلتاجي كلف أعضاء بكتائب عز الدين القسام بإصارة الشغب بالإستاد مما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا كل ده كان هدف إصارة الرأي العام ضد المجلس العسكري ومحاولة إظهار أن وراء المجزارة فلول الحزب الوطني حتى ترتفع أسهم الإخوان في الانتخابات البرلمانية إذن نحن أمام عملية شيطانية دفع تمانها في النهاية أوريقة فيها دماء من أبناء شعب مصر سواء اللي ماتوا من مشجع النادي الأهلي اللي هم ماتوا في برسعيد أو اللي ماتوا من أبناء برسعيد في الأحداث نفسها أو اللي ماتوا بعد كده لما اتحكم بالإعدام على مجموعة منهم وفي ناس حاملوا مظاهرات قدام سجن برسعيد وفي ناس ماتوا أسناء تشيع الجنازة هناك في برسعيد في ناس ماتوا تاني وهكذا وأنا بحكم اطلاع على المجتمع البرسعيدي في الحقيقة أنا كنت أرى أن هناك شيئا خطأ هناك شيئا خطأ حدث في بورسعيد في موضوع مجزرة للسادة اللي كانت في شهر فبراير السنة اللي فاتت في حاجة غلط حصلت ايه هذا العنف في الحقيقة العنف المعروف انه في الملاعب كلها وفي الرياضة في حالة العنف الموجودة لكن ايه يعني اللي يحصل مجزرة 74 واحد يموتوا في المجزرة وعلى 72 واحد يموتوا في المجزرة طبعا أسامة ياسين بيكشف ان البلتاجي كلف كتائب اعضاء من كتائب عزة دين وقسام الفلسطينية بإسارة الشغب من اجل افقاد المجتمع تعطفوا مع المجلس العسكري ظهر الامر ان يفلوا الحزب الواطنة هيرجعوا تاني بحيث ان كل ده يصب فيه ميزان او يصب فيه رصيد جماعة الاخوان في اي انتخابات قادمة يكون الاخوان ليهم يعني يكون ليهم موقع في الخارطة السياسية المصر اليوم في حاجة الصفحة الثالثة بتطلعنا بمفاجأة خطيرة بتقول هروب عشرة من قادة بيت المقدس الى قطاع غزة ومطروح ان فيها عشرة من اعضاء قادة جماعة بيت المقدس هربوا الى قطاع غزة ومطروح وايضا حالة بديع وحجازي والبلتاجي وياسين واربعة واربعين الى محكمة الجنيات في احداث اليوب والوطن في الصفحة الثالثة بتقول اليوم امام محكمة الجنيات جنوب الجيزة اليوم بديع محمد بديع مرشد العامل لجماعة الاخوان يظهر في القفص بعد 180 يوما من القبض عليه محكمة الجنيات تحاكم المرشد بتهمة العنف في احداث كثيرة حصلت في احداث العنف في الجيزة بمتان في عدم مقابلات الاخوان بحقيقة هو بيواجه مجموع من التهمات سواء كانت في الجيزة او في اليوب او غيره لكن النهاردة يظهر محمد بديع لأول مرة من ستة شهور بعد ان تم القبض عليه وايضا بتقول جارية الوطن في الصفحة الثالثة الجيش واصل حملة تطهير سيناء وضبط 22 ارهابيا وتدمير 19 بورة وتلات انفاق شيء اخر قبال بيقولوا سنطالب بتعويض من يسلم سلاحه غير المرخص في الحقيقة انا اعتقد ان عملية تسليم الاسلاح غير المرخصة لا يجب ان تكون نجال المقايضة بين الدولة وهذه العناصر الخارجة على قانون ليس من حق انسان ان يحمل السلاح الا اذا كان هو الشخص المرخص له بحمل السلاح سواء كان رجل شرطة بيرخص له بحمل السلاح بشكل معين بضوابط معينة او رجل الجيش اللي بيحمله في المواقع بتاعته فيما عدا ذلك انا اتمنى ان يتم نزع السلاح من المجتمع المصري وان تكون مصر خالية من السلاح تماما يعني لا يتم الترخص للسلاح الا في الحدود الدنيا او في قضيك الحدود يعني المصر اليوم نعود مرة اخرى صفحة 3 المصر اليوم تقول حبس المتهم الرئيسي في خلية الاغتيالات بالمنصورة 15 يوما المتهم ده اسمه عامر سعد يعترف بيقول تدربنا بكتائب القسام في غزة وافتقينا وزير داخلية حماس الذي كان يشرف على تدريب الواضح من كل هذه الاخبار ادي المتهم الرئيسي في خلية الاغتيالات اللي كانت في المنصورة وان في عشر قيادات من بيت المقدس هربوا وان في كتاب عزة الديني القسام كلفه محمد البلتاجي ان هم اللي يعملوا المجزرة فهتسببوا السعيد الميت فيها 74 واحد الواضح او القاسم المشارك من كل هذه الاخبار ان حركة حماس لا تريد خيرا بمصر حركة حماس تستمرق لعبة الانفصار تستمرق لعبة تكريس تقطيع الجسد الفلسطيني خلاص النهاردة بقى في دولتين في فلسطين في دولة موجودة في رمالة والضفة الغربية دي بيرقاسها محمود عباس اللي هو ابو مازن دولة فلسطينية بتحظى باعتراف معينة امام العالم وهناك دولة اخرى تمارس سلطة فعالية على الارض موجودة في قطاع غزة تتوفر ديها مقاومات الدولة من حيث الشعب الموجودة في قطاع غزة من حيث الارض من حيث الحكومة اللي هي الحكومة الفلسطينية المقالة اللي بنقول من 2006 بقى لها سبع سنين مقالة وتمارس صلاحيات كاملة على الارض بتمارس صلاحيات سيادية بتطلع بطاقات هوية بتطلع بصبرات وبيسترقوا من عندنا هنا بتطلعات الرقم القومي ورحوا يطلعوا بتطلعات الرقم القوم عندهم واشياء غيرها بتحصل الواضح اننا يجب ان تكون لدينا وقفة حاسمة تجاه هذا الكيان المسمى بالقطاع غزة القطاع غزة يصدر الارهاب لمصر واعتقد ان ما يحدث في الانفاء الجيش كل يوم بيدك فيها وبيهدي فيها وتهريب الصرار وتهريب البنزين واده النهاردة قيادات من كتاب عزة الدين وقسام الجناح العسكري بتاعهم بتاع حركة حماس النهاردة اهو كان داخل عامل مجزرة بورسعيد وناس ماتوا فيه كسيم الابرياء من اهل بورسعيد اللي ماتوا وبعد كده فيما بعد سواء كانوا في الاول من مشجع نادي الاهل اللي ماتوا الابرياء اللي ماتوا في الساد بورسعيد او بعد كده من اهالي بورسعيد اللي ماتوا في هذه المجزرة كل ده يوضح ان فيه حاجة غلط بتعمل حركة حماس مصر فيه شيء معين غلط يجب ان كل ده يكون موضوع فيه حسابات متخذ القرار عندنا في مصر يعني ده كان ملفين التاني هو ملف الارهاب معنا مجموعة اخرى من الاخبار هنحاول نستعرضها في الدقيقة المتبقية من الحلقة ننتقل للصفحة الاولى والمشيط الرئيسي من جارية الدستور والدستور بتقول خطة الاخوان لتزوير الاستفتاء على الدستور والحشد للثورة السالسة الاخوان بتضع خطة هدفة تزوير الاستفتاء على الدستور والحشد للثورة السالسة الدستور بتقول ان جماعة الاخوان رصدت 20 مليون دولار لمظاهرات يوم الاستفتاء ودفع رشاوي لتسويد البطاقات بله ده لعبتهم ان هما يدفعوا رشاوي يشتيروا الناس بالزيت والسكر والشاي والفراخ واللحمة والكلام ده كله واحتياجات الناس دي كلها عشان اللي خلاهم ينجحوا في انتخابات بهذا الشكل هيعملوا كلام ده كله في الدستور يعني ويطلقوا قناة رابعة وتشكيل مجلس ثوري جديدة ضموا الإخوان وستة إبريل والألترس ده بحسن ما بتقول صحيفة الدستور والمصر اليوم في الحقيقة بتشير طبعا هي الدستور هتتكلم على محاولات الإخوان لإفساد الدستور الجديد المصر اليوم في الحقيقة بتلفت نظرنا لمفاجأة مهمة جدا المفاجأة خطيرة عن ورطة الدستور الجديدة بيعملها بتقول المصر اليوم في المشروط الرئيسي ان المواد الاقتصادية بالدستور توربيك الرئاسة مشروع الدستور الجديد يمنح التعليم والصحة ربع الميزانية وفيه مصادر بتقول ان رئيسة الوزراء لا يملك تخصيصها زي النزل الحقيقة الخبر بيقول ان المادة 18 من الدستور المقترحة الدستور اللي حلسا ما قلناها شرائينا فيه بتقول ان الدولة تلتازم بتخصيص ما لا يقل عن 3% من الناتج القومي الاجمالي للصحة المادة 18 بتقول ان الدولة تلتازم بتخصيصها ما لا يقل يعني حد ادنى 4% من الناتج القومي الاجمالي للتعليم المادة 21 بتقول ان الدولة تلتازم بتخصيص ما لا يقل عن 2% من الناتج القومي الاجمالي للتعليم الجماعي والمادة 23 بتلزم الدولة بتخصيص 1% يعني كحد ادنى للبحث العلمي وهو ما يعني تخصيص ما نيجي نجمع كلانجا كله بعدين بيقول ان دي كلها الحد الأدنى بحيث يتم رفضها درجيا بما يتطفق مع المعدلات العالمية لما جم يحسبوها الخبراء لو أن هذه المواد المادة 18 المادة 19 المادة 21 المادة 23 مدى الصور بتلزم الدولة بتخصيص 200 مليار جنيه مصري من الناتج القوم الإجمالي اللي هو يمثل حوالي 820 مليار جنيه مصري لقطاعات التعليم والصحي يعني حوالي ربع الميزانية في حقيقة الخبر بيقول أن رئيس الوزراء لا يملك أن يخص هذه النسبة أنك أنت بتخصص ربع الميزانية ربع الناتج القومي الإجمالي للتعليم والصح والتعليم الجماعي دي كلها أمور أن رئيس الوزراء ليست له هذه السلطة للسيطرة على الناتج القومي الإجمالي في الحقيقة بتقول أن رئيس الوزراء بيملك أن رئيس الحكومة عادية ما يخصص نسبة من موازنة الحكومة أن رئيس الوزراء أنه بيخصص نسبة من موازنة الحكومة للخدمات وليس من الناتج القومي الإجمالي انك انت بتتحكم بتعيد تقطيع بتعيد تقسيم الخريطة الاقتصادية للمجتمع ان في ناتج قومي اجمالي انت بتعيد توجيهه مرة اخرى لهذه القطاعات بما يعني تخصيص 200 مليار جنيه مصري من الناتج قومي اجمالي لقطاعات التعليم والصحة وفي الحقيقة انا مش مستبشي الخير باللي بيحصل ده لان في النهاية احنا لما هنجي نوجه ده للتعليم والصحة هل فعلا يعني لو خصصنا 200 مليار جنيه دول هل ده معناه ان احنا هنا لقى عندنا خدمة طبية حقيقية النهاردة المواطن البسيط اللي هيقدر يخشه مستشفى النهاردة يحاول ان هو يتعالج يعني انا لو لنا تعرضت الحادث ولولا التصالات كتيرة تمت بمعارف بشكل معين انا كممكن في حادث كمير زي ما اتعرضت له وتعرضت الاغماء بعد معربية نقل خبطت فيا ما كنتش ولا لا حد يعبرني ولا حد يبص فيا يعني انا النهاردة انا بعتبر ان اللي حصل معايا ده مش مكياس فيه كثير من الناس اللي بيخشوا المستشفيات وبعرفوش يقدر حق او الوطن معي حد هل ده معناه النهاردة ان المستشفيات الموجودة في اصغر وحدة محلية في مصر في اصغر قرية في اصغر بلد في مصر النهاردة هنلاقي فيها المقاومات الطبية المطلوبة انه يقدر نهاردة حد يخش يقدر يعمل عملية حد يتعرض لحادث يلاقي اللي خياطل وشه يلاقي اللي يعمل له مش حالف الاسفات المطلوبة لي اعتقد ان دي كلها امور هيكون فيها اهدار شديد جدا والوارثة ان رئيس الوزراء ما يملكش ان هو اصلا يعمل الكلام ده كله ده بحسن بتقول المصري اليوم واليوم السابع هي بتشير الى حاجة اخرى برضو مفاجح النهاردة حالة المفاجئات بتقول ان 15 الف جنيه تتسبب في تأخير ترجمة الدستور الانجليزية والفرنسية ومجلس الوزراء بيقول ان عد مجموعة من الخطط لحس المواطنين على المشاركة في الاسفتاء ومجل الشورى الجماعة السلفية يوافق بالاجماعة للدستور الحقيب الخبر بيقول ان الحكومة تواجهة ازمة ازمة في تدبير 15 الف جنيه عشان تتبع الدستور ده هو بالاجهزة والفرنسية عشان توزعها للبعثات والالكنصريات المصرية الموجودة برا لمواجهة محاولات جماعة الاخوان لتشويه الدستور وحس المصريين في الخارج على مقاطع الدستور الاخوان النهاردة هيبتدوا يطبعوا نسخ معينة من الدستور فيها نوع من التحريف للمواب بتاعته النهاردة هي العمل للسعلمات بيفكروا ان هم تقوم بهذا الدور تتبع الكنان على حسابها بحيث ان ده يتم توبيهه الكنصريات والسفرات والبعثات المصرية الموجودة في الخارج بحيث ان المصرين برا يطلعوا على حياة الدستور بدل ما يترك الساحة الخالية امام جماعة الاخوان واي محاولات للتشويه هتحاول تقوم بيها لهذا الدستور في الحقيقة معنا جريدت نعود مرة اخرى للدستور في الصفحة الاولى خبر مهم بيقول ان امير قطر الجديد اللي هو الامير تميم بن حمد يخطط الاطاحة بالقرضاوي لترضية الدول العربية وايضا في الصفحة 3 من دستور ان فيه بلاغ يطالب بمحاكمة القرضاوي بتهمة اجازة فيلم مسيء للرسول خبر بيقول تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور يوسف القرضاوي بتهمة اصدراء الاديان والاشراف على الابحاث التمهدية للفيلم المسيء للرسول وتقديم الاستشارات الدينية لمنتج الفيلم ومخروجه اعتقد ان ده كلام خطير الكلام ده كلام خطير يعني اعتقد الكلام ده لو كان عامل واحد مسيحي كانت ولعت مصر كانت ولعت الدنيا فيها وكانت حكم زي ما شفت الناس اللي حاكم علوموا العشرة اللي حاكم علوموا الاعدام بتوعEP المهجر يعني وحكم اعدام اغرب حكم اعدام في التاريخ لا تحققات ولا حد تشاف ولا حد تتحقق معه ولا حد تتسأل حكم غياب اعدام على عشرة كده على طول اعتقد ان هذا البلاغ في حالة صحته هو يؤكد أننا أمام موقف خطير إذا كان القراضاوي مشارك مشاركا في الإشراف على فيلم موسيقى للشخصية الرسول أعتاكن ده كلام يعني لا يصح السكوت عليه طب هو المخرج بيقول لوقتنا أنا بس فيه خبر صار أحب أختي مبيح لقيتنا النهاردة من اليوم السابع جماعة الصفحة الأولى اليوم السابع فيه خبر مهم بيقول أخيرا دواء جديد يقضي على فيروس الكبد خبر ده خبر مهم جدا اليوم الساعة بتبشرنا إن فيه دواء جديد نزل فعلا ظهر ده سيقضي على مأساة ومعاناة مرضى فيروسي بتاع الكبد الدواء ده اسمه سوفو سبوفير سوفو سبوفير بيقول اليوم السابع إن ده الدواء ده اسمه سوفو سبوفير يحقق نسب شفاء 100% للفيروس والشركة المنتجة اشهدته ب11 مليار دولار الدواء ده باع ب11 مليار دولار وبتقول اليوم السابع إن هذا الدواء سيأتي إلى مصر بعد 6 شهور وفيه مفاوضات لتخفيض سعره واليوم السابع تقود حملة لتوفير العقار لثمان مليئين مصريين ضاير السين النهاردة لبهدر المصريين كثير من المصريين النهاردة بيعانوا من أمراض الكبد لتحفيل الكبد الوبائي سواء كان الناس اللي كانوا في الأرياف بينزلوا في الترع أو الناس اللي بيمشوا في الغطان أو الناس اللي بتشرب مياه ملواسة في نهاية كبد المصريين يعني أعتقد إن هذه تصحق أن تكون حملة قومية لتوفير هذا العقار اللي هو عقار سوفو سبوفير أن يتم توفيره للمصريين وبيقول بحسب الخبر ما يقول أن الأبحاث أثبتت أن هذا الخبر حقق نتائج مرضية تصل نسبة الشفاء فيه إلى 100% أعتقد أن هذا الخبر صر جدا يحمل بشرة أمل طيبة جدا لمرضى الكبد ستنتهي معاناة مرضى الكبد مع دخول هذا العقار إلى مصر خلال الشهور الستة القادمة وده أخر خبر نختم بيه جولتنا النهاردة غدا نلتقي مع جولة جديدة وصحافة جديدة وشكرا على الحصة المتابعة اشتركوا في القناة